ايه ده هو راح فان غريبة يعني انا افتكرتك هتسافري على طول لا بصراحنا بس قولنا ننزل عشان تاخذوا راحتكم وكده يعني عشان طنط هل الحالي سيبت جلعي كتير مسكينة والله بلي شفتوا معانا الست ليش انا مش عارف اكمل الكلام معاكي مقترنا سافر بسرعة اه ثانيا يا محمود بص بقى بصراحنا مستنياك يعني اعز اتكلم معاك كلام جد شوي بص يا محمود انا بجد بقى مش مصدقة قابل انك هتهرب بالسهولة دي من المواجهة انت مفقدة طب والمصحف كنت متأكد انك هتقوليلي الكلمة دي شوفي عشان انا مش حمل منكفة انا غيرك انا مش حمل كل يوم والتاني اواجه زابط امن دولة او غيره يا ستي انا استويت فتقوم عامل ايه بقى لامن هدومك متسحب من بيتكم وتهرب في نص الليل احنا الفكرة شكلك كده ولا كأنك هربان من حكم ده حتى يا اخي اللي يقى هربان من حكم بتصرف يعني بدفع رشوة في الاخياني ما بيعرفي بات في بيتهم مونة مستاذة مونة الكلام ده تروح تقوليه هناك لزمايلك في مركز حو الانسان عشان انتم الاخر ناس فاضية خليتي نزع عليك برضو زي كل مرة وانا مش عايز اعمل كده اشوفي انت جدعة وكل يوم بشوفك فيه بستجدعك اكتر خلينا اقول ان دي شغلتك يا ستي النهاردة تواجه زابط بكرا نيابة بعد وزارة دي رسالتك انا بقى ليه رسالة تانية اللي هي ايه بقى ان شاء الله رسالة سامية ان نعيش من غير ما تلزع علي افاية ان نركب مواصلات عامة بدل مركب بوكسات عامة وديني مقضيها يا ستي لحد ما ربنا يا كريمني وسافر اي بلد محتاجش اصلا لحقوق الانسان انها تجيب لحقوقي وانت بقى متخيل ايه هتروح بورسعيد هتنط على اي مركب توصل لأي بلد في اوروبا وهناك بقى لما توصل هياخدوك بالاحضان ويدربوك تعظيم سلام كمان عنا فكرة خالص هناك هيعتبروك مهاجر للشارعي وبرضو هتحتاج بتوحو الانسان اللي مش عاجبينك دول سداني يا محمود بلاجش اجر بلدك مات يالله محمود عايزيني مسكي الطريق بدر يا جدع بس استنى بقى هو فيه ايه وبعدين البنت بقى لها كتير قوي وقفة مستنية دي قالت انها مسافرة وما سفرتش شكلها حط عناها علي قال ايه من عدلته يا شيخة دي بناها دماغها ضربة عندها شعرها ساعة تروح وساعة تيجي مش شافاها مسرحة شعرها ازاي ما تخليك في حالك احسن يا شافا مش انا اللي هاجر هجرة غير الشرعية مش عشان انا عاقل يعني بس عشان اعز اصحاب البحر مهولنا جثة انا صحيح مخنوق من حياتي اه بس مش لدرجة انه ضيحها يعني هو انا عايز اسيب البلد ليه سيبها عشان عيش سلام يا مونة خدي بالك من احرط وقليله ما روحش على هنا عشان امه مستحلفاله خليه استنى اسبوع لحد ما تنسى ويا ريت ما يجيش هنا قبل شهر عشان سلم مستحلفه وزا كان علانة بقى فانا مزعلان ده مهما كان اخويه بس قليله ما يكلمنيش عشان مش هرد عليه سلام اتاخر اهالي مش عارف جوف جوف اي مش عارف انا عارف في النصر جلالة طويلة تعالها محمود دلوقت بلحب ايوت جنب الشباح هلاقيها منك ولا من عيالك اشافع ماشي اه نخلص الى اللادي يا ساتن ايا بابا اللي انت انشغاله بقى هو ايه يا بابا انت مشغاله ده مش عاجبك مشغالك عالة ما كهو مت Deckard ولا يا حوده مش ده حبيبك ولا بطلت اليسمعه ولا ايه انا الاقدر انا حبيبك انا بس لو اوفر الدنيا façon احسنت له كده يا شابك عم تطلع شوال بالكرسي ملاح تقطع اه؟ معلش يا محمود ده كلها 3-4 ساعات يا اخوي استحمل بقى 3-4 ساعات ايه؟ ده كلها ساعة ونص ان شاء الله ونوصل ومان عمشين في الطريق الدولة ليه؟ ليه وانت نوي تجري بقى تاخدها طيران لا بقولك ايه؟ السرعة ما تزدش عن التسعين انا بخاف على عمري وعلى عيال يا اما تقف هنا ببتل الطب خلاص خلاص عايزة ريحك اختك اللي مش عايزة حكم القوى عالضعيف بقولك ايه شابك؟ ما تاخد عالك على حجرك ابدا تشروع كلمة دواره دي ده ما انا عندك ترحاح لأحودة ايه رأيك انزل انا ومراتي والعيال ونصب لك العربية تخطها راحتك؟ ياري ايه؟ ايه كنا شابك؟ ما تتفضل القهوة يا باشي حسن تبرد تسلم صحيح يا ست عبد الناصر هو محمود سافر بسرعة اوي كده ليه؟ صدفة يا باشي اصل خالي اللي بشتغل في السلوم لما علم انكوا دخلتوا عندنا هنا وفتشتوا وابطتوا علينا جيه علشان يتطمن وحلف لياخدوا وشتغل معاه ما راضناش نكسر حلفانه ده طبعا عموما ان هو يروح السلوم يروح مطروح يروح مطرح ما يروح المهم انه ما يكررش الكلام الخايب اللي قال اقوه في التلفزيون مش ذكر اتفاقنا هسته؟ وهو لو عاوز يكرره كرح السلوم برضو كان طلع على مصر على طول يا باشا على مكتب النائب العام اتطمن ساعدتك ابني مش طلع ليه هو مكبر دماغه ايه ان الحكم الا لله لما اخذ يا باشا علشان ضهري بس حدخل اريح في ريح الحجة والبيت بيتك لما تشرب القهوة خود الباب وراك ياه ياه كل دي تنهيدة وهو برضو قال لي الكلام يزعلك؟ لا المرة دي يوم نزعلانة منه انا اتعلانة عليه وعلى حال البلد دي على ازاي الناس اللي بيحكموها بيهرسوا البلدين اللي عايشين فيها يعني شاب زي محمود ده متعلم وتفوق ودماغه توزن بلد بس برضو ازوي كنعوه انه ميحواش اصلا لقاوم اللي بيحصل له انت عارف؟ في اي بلد تانية في الدنيا بعد برنامج زي ده الزبط هو اللي مهدومه ويهرب مش المجني عليه عشان عارف ان اللي تقال في التلفزيون مش هيخلي المسؤولين يحققوا فيه هيخليهم يفكروا ازاي ما يتزعش زاي وكلام تاني حقيقي تلاقيهم ديوقتي عالين بيفكروا ازاي اتدبروا مصيبة الاحمد عشان انتقلوا منهم لا ولا ازاي يقفلوا البرنامج اللي استضافوا اصلا لا على فكرة خالص هما بيحبوا البرامج دي لزوم الديكور الديمقراطي عشان يراف يجيبوا معونا من برا هما فاهمين كويس قوي كلام البرامج دي لا بيجيب ولا بيودي لا انا مش معاكي في ده انا ليه اصحاب كتير معدين في برامج توك شو بيحكوا لي عن مهازل بتحصل عن الضغوط اللي بيتعرضوا لها من امن الدولة ووزارة الاعلام والرياسة دول حتى ساعات بيمنعوض يوف على الهواء وكمان بيهددوا مقدمين برامج عشان يهدوا اللعب شوية هديك قلتا يهدوا اللعب شوية منفعنا لقبة واحد يطلع يلعب دور البطن اللي مهموم بقضايا الشارع ويقول له هو عاوز بقا والحكومة تسيبوه عشان فيه خط معين منفعش يعديه واذا عداي يدوله قرصة وان كده صغيره يقوم راجع تاني يا ابني الحكومة بتحب البرامج دي عشان عارفين انها بتنفس عالناس عشان ما انتجروش جاء ووضح انك خط جورة احباط عالية جدا من محمود احباط عالية جدا هودا ما سمعتش قدح وبيا بتغنيلي في الطريق سوق على مهلك سوق يا انتح بتغني؟ اوه سام معي قسطبك في الغداء قدح والدني بس باي شافع عشان خطري سوق على مهلك سوق خليت دنيا ترو ها 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 سوق سوق على مهلك بس بس اسوق اي وانايل ايه مين دول اللي قدامنا لا اجري اجري واعطاف واعطاف يا شافع دا شكلهم حرامية لا يعملوا فين الحاجة وفي العيال ما قافش ازاي دي مش هايفهم صدر الطريق ازاي انت حتقعدوا ترهو ايه واع تخش الناحة التانية لما تقلب حظي اسطرها معانا يا رب جنيت يا حطح اسطر يا رب ايه اتهمدوا ايه ادها مع عاجة ايه مين مين اشتركوا في القناة